دي جزئية تانية الجزئية التالتة وهي متعلقة بحدث أنا شايفه بصراحة رائع جدا النهاردة علي معلول كان في زيارة لمنتخب تونس للشباب اللي عنده مباراة كاس أم إفريقيا هنا في مصر منذ حوالي ساعة يعني صفحة صفحة الاتحاد التونسي قدامكم على الشاشة هي نشرت يعني فيديو لزيارة علي معلول كابتل منتخب تونس ولاعب النادي الأهلي لمعسقر فريق الشباب منتخب تونس للشباب اللي عنده مباراة النهاردة على فكرة يعني احنا نتكلم في أقل من ساعتين هاتبقى الساعة سابعة إن شاء الله على أستاذ القاهرة الدولي وتونس لازم تكسب فعلي بصفته كابتل منتخب تونس وموجود في القاهرة ولاعب طبعا النادي الأهلي كان حريص على زيارة منتخب تونس لهو بيسلم حتى على محمد داكريستو وبيحضنه طبعا لعب واعد إن شاء الله نتمنى لتعرفيه مع الأهلي خلال الفترة اللي جاية فكان لقطة يعني بصراحة مميزة من نجم كبير زي علي معلول وقاعد حتى هم على الجهاز الفني لمنتخب تونس للشباب اللي بيقوده الكابتن عادل السليمي هو اللي قاعده بجوار علي معلول وبعد كده صورة جامعية لعلي معلول وتيشيرت كمان منتخب تونس للشباب يعني وقعوا كلهم عليه ودوا التيشيرت لعلي معلول وزيارته النهاردة ليهم في إحدى الفنادق القريبة طبعا من أستاذ القاهرة بيدعمهم وبيحمسهم وبيحفزهم نهاردة بالتأكيد تونس كلها على متابعة بنسبة كبيرة لهذه المباراة لأن تونس خلاص يعني لو كذبت هتتأهل لي دور التمنى وعندها حظوظ في مسألة تصفيات كأس العالم خلال الفترة اللي جاية فكان مهم جدا ننشر ونقول نقلا عن صفحة الاتحاد التونسي زيارة علي معلول لمنتخب تونس للشباب